اختار طيار صدري الضغط الجماهري لتفكيك التردد لدى مختلف القوى السياسية من خيار حكومة الأغلبية الوطنية فكل فريق يتخندق وراء مبررات محددة لكنها في النهاية تلتقي عند القلق من تكرار الهيمنة على صناعة القرار العراقي وتحجيم الشراكة السياسية التي يراها السنة والكرد والإطار التلسقي أفضل الخيارات بالمرحلة المقبلة وينظر المراقبون إلى اللافتات التي رفعها طيار صدري في شوارع بغداد التي تعتبر حكومة الأغلبية مطلبا شعبيا من زاويتين مختلفتين تتعلق الأولى بضغط على قوة تنسيقي قبل اجتماع الحنان الثاني خلال يومين وأيضا الحصول على أحسن التنازلات من الشركاء الفائزين في موضوع شكل حكومة وبرنامجها